السلام عليكم مع رب بانكس اليوم جبت لكم فيديو جديد بدي اشرح عن شبكة جديدة اللي هي زيكا سينك راح تعمل ايرجروب طبعا قبل ما نبلش في الفيديو اتمنى تدعم صفحتي اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكراب بقتل صفحتي في التويتر وهلا خلينا نبلش في الفيديو طبعا في هذا الفيديو ما بدي اشرح ايش بتعمل زيكا سينك طبعا زيكا سينك هي بس مجرد انها بتعطي حماية وشبكة جديدة راح تيجي على الاثيريوم وهي لايار طبعا هاي اشي شرح مختصر انت بتقدر تشوف الشرح الاكثر اذا كنت حاب تطرق الى الشرح انا هدفي في هذا الفيديو اعلمك كيف ممكن تحصل على الايرجروب تبعت عملة زيكا سينك طبعا اول اشي بدك تعمل وتفوت على موقع اسمه تشين لست هذا الموقع تربط محفظت الميتا ماسك وتاخد شبكة ز واللي عليك تعملو تعمل فتربط للميتا ماسك وتاخد شبكة طبعا احنا مننتعامل مع شبكة ماشي الاثيريوم بتذكرو احنا شبكة وماشي الاثيريوم طبعا بعد ما ربطنا المحفظة وحصلنا على شبكة زبا نتو شايفين هون ازا كنا بنرجع لاثيريوم كل علينا هون بنفوت على احنا هلأ بالذيكي سينك اول موقع بدي اشرح عنه هو موقع تبع خاص اول موقع بدي اشرح عنه هو الموقع لبريتش انك بتعمل جسر بين الاثيريوم نتورك الى زي كي سنك نفس ما شرحت على العملة الماضية اللي هي بس تختلف الطرق جدا بسيط نفس الخطوات نفس كل اشي شوف كل اللي عليك هلا احنا كون عنا فلوس في المين نت تبع الاثيريوم بننقلهم للزي كي سنك فلازم يكون عندك فلوس بالاثيريوم وتحولهم الى الزي كي سنك كل اللي عليك تعمل طبعا باخد تقريبا خمسة عشر دقيقة هاي المعاملة ممكن اقل من خمسة عشر دقيقة طبعا انت لازم تعمل مع البرج طبعا البرج الافضل انك تعمله يكون العدد اللي عملته خمس مرات في الشهر او مرتين او ثلاث مرات طبعا اللي كان معه مبلغ كبير هو اللي بستفيد طبعا هاي المعاملة ممكن تخسرك من خمسة دولار الى دولار واحد فقط طبعا كل اللي عليك تعملوا هاد الاشي في اشي حابة نوهو ازا كنت بدك تطلع فلوسك من الزي كي السنك لا الاثيريوم طبعا ممكن تاخد المعاملة يوم الى اربع وعشرين ساعة زي ما انتو شايفين هون طبعا عشان ما تغلط الغلطة هاي هلا بحكي لكم كيف ممكن تتفادوا هاي الغلطة ازا كنت بدكم تطلعوا فلوسكم من زي كي السنك للاثيريوم عشان ما تطول المدة تاخد فترة جدا اقل بتفوتوا على موقع الاربتر طبعا كل اللي عليكم بتفوتوا هون بتفوتوا على الزي كي السنك ارا طبعا هون بتضغطوا فبتقدروا تطلعوا فلوسكم من زي كي السنك الى الاثيريوم ترجعوهم او اي شبكة ثانية بتاخد فقط ثلاثين ثانية واقل من هيك بتكون معاملة جدا سريعة طبعا بتقدر كمان اتدخل من الاثيريوم للزي كي سنك طبعا انت لازم تعمل بريدج بكل المواقع اللي بتدعم الزي كي سنك فها لازم تجرب لازم بضلك تجرب مواقع جديدة عشان نفس الاشي نفس ما شرحنا انه محفظتك تعمل انتراكت مع كل سمارت كونتراكت والخطوة الثانية اللي بدي اشرح عنها في الزي كي سنك اللي هي موقع هذا بتقدر تعمل عليه سواب نفس الاشي بتقدر تعمل عليه سواب الموقع هذا بتحول من اثيريوم الى يو اس دي تي او من يو اس دي تي الى عملة ثانية اليو اس دي سي الى اليو اس دي تي بعدين بتقدر تحول من اليو اس دي تي الى اليو اس دي ونفس الاشي تحول من اليو اس دي تي الى زي كي يو اس دي بعدين بتقدر تحول طبعا هاي التحويلات ممكن انت تتحول خمسين دولار خمسين دولار تفضلك تتحول طبعا ما تتحولهم كلهم من منصة واحدة اللي تذكر هذا هذا الاشي يستعمل اكتر من منصة في الـ swap عشان ما تبين انك بوت طبعا هذا الاشي هاهي اهلك راح تخلق فوليوم عالي يصير عندك شانس اكبر انك تاخد ايردروب اعلى يصير عندك مبلغ اكبر في زيكي سينك طبعا كنا بنعرف انه زيكي سينك حطه مبلغ جدا ضخم ممكن اربعمائة مليون او خمسمائة مليون فقط لل ايردروب تبعهم راح تتوزع على الناس اللي هم مرشحين انهم ياخدوا ال ايردروب اللي بتفاعلوا مع الشبكة تبعتهم والاشي الثاني اللي لازم تعمله في هذا المنصة اللي هو البول بتفوت هون على البول نفس الاشي نفس الخطوات المواقع الثاني او بتحط الفلوس في لكويدتي بول طبعا كل اللي عليك انك تفوت على البول هون بتفوت على كلمة بول هون فبتشوف ايش ايش البول المتوفرة انك تحط فيها الفلوس طبعا انا دايما بحب اختار البول هاي اللي هي واقعي اثيريوم اثيريوم كلى اللي عليك بسوي كحو ى بحط باست thighs هون زل ما شايفين هون بحط اثيريوم طبعا لازم يكونهم متسويين اذا بحط 50$ في لازم يكون متساوي 50$ اثيريوم كلى اللي عليك انك تضغط هايه كلمة بحظوس هنا متسوي فبتحط الفلوس طبعا لازم يكون انتك فلوس في الاثيريوم بيتحظ انتك فلوس في اثيريوم او بدك تحطه في البول لحد الايردروب او قبل الايردروب فانا بفضل كل خمسة ايام او كل ثلاثة ايام تسحب بعد فترة ترجع تحط نفس الاشي فعشان تبين انه في انتراكت بينك وبين البول تبعت الزيكي سينك عشان تسحب المبلغ بس كلها عليك بتفوته هون على الولدرو فبتحط المبلغ اللي حطيته انت بتسحبه كامل فبيجيك على محفظتك طبعا في منصات ثانية كمان بتقدر تحط فيها بول تقدر تعمل فيها سواب اتعامل معهم كمان اعمل فيهم سواب نفس الخطوات حاول تعمل الطريقة انك ما تكون بوت تتحول من ايثيريوم يو اس دي تي الى اي عملة ثانية او عملة المنصة ترجع مرة ثانية بعد كم من ساعة ترجعهم الى ايثيريوم او يو اس دي سي عشان ما تخسر فلوسك وما ينزل وزلزل الى ايثيريوم تقدر تعمل هون كمان بول في هاي المنصة تعمل امبلفاير في هاي المنصة تعمل استيك للإثيريوم اللي عندك ثبت تقدر تتعامل مع منصات كثير من هذا الاشي وغير هيك كمان في عندك هاي المنصة للنفتي لزيكي سينك او اي شبكات ثانية نفس الاشي بتقدر أمحفظتك فيها فكل المنصات راح اكون انا حاطهم في المواقع موجودة في التويتر او في الدسكورد فكل اللي عليك هون بتفوت على الزيكي سينك زي ما انتم شايفين هون خلنا الزيكي سينك في عندهم إثيريوم في عند عندهم كل الشبكات فندخلهم على زيكا سينك فمنحط ومنشتري اي النفتي متواجد في هاي المنصة بسعر جدا رخيص يكون موجود بتقريبا سنتات ومش رح تدفع غاز عالي عليه ممكن تدفع غاز نصف دولار هذه الاشياء طبعا هاي الاشياء للدروب للعملات ممكن يكون ممكن يخسرك 20 دولار الى 30 دولار من مجرد انت تعمل ترنزكشينات بالغاز هاي هيا طبعا انا بحكي اجمالي الشهر كلو هاد الاشي ممكن يخسرك فبتعامل كمان مع هاي المنصصه تشتري وبavi الذين تقدر عليها لالبيع وعندك كمان هاي المنصه انك تعمل بورو هون نوع صدق هون تدفع الوضع يوضع الوضع طبعا خلينا نربط المحفظه زي ما انتو شايفين هون فبطلب منها انه نربط المحفظه زي ما انتو شايفين هون فمنكبر crazy and tag fondants المحفظ الميتا ماسك فهذا ما انتم شايفين هون هي ربطنا محفظ الميتا ماسك فكل شي تمام هون بنحط سبلاي اذا كان عندنا USDT او USDC عفوان USDC انا نحط الـ USDC بنحط الكمية اللي بدنا اياها مثلا 10$ او 50$ بتحطهم هون بتقرد تصحبهم باي وقت ذكية بتقرد تعمل PORO بتقرد تعمل RE-PAY انك ترجع تدفعهم اللي اخدتهم انت PORO قرد اللي اخدتهم منهم اعارة فنفس الاشي بتقرد تحطهم هون فبينه عندك هون الفلوس تبعتك فكما انتم شايفين بتعمل الانتراكت مع اكتر من المنصة موجودة لZK و هيك بيكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم لا تتنسى تعمل لايك وشيري وسبسكرايب تدعم هذا الفيديو ليوصل الى اكبر عدد ممكن و اذا كانتكم اي اسئلة او استفسارات تقدر تكتبوا لي في الديسكورد او في التويتر و ان شاء الله برد عليكم ونراكم في فيديو قادم